بلا حليب وزبتاء و بلا فران احضروا هذا الفطائر كي يأتيوا خفاف و قطنين يا سلام جشت بيزلات لوليداتكم دولة بركتي الله نحضروا هذا الفطائر بغرب الماء كسدل الماء معلقة كبيرة للسكار وكذلك عدنا اربع كسدل الزيت نضيف كذلك ساشي دلفاني و قمت بتحضير ملحة على حسب طوك و كمية العجين او كمية التقيق نضيف ملحة جيدة الخميرة الخبز نضيف ملحة جيدة الخميرة لا يكون بارد ثم نضيف ملحة نضيف ملحة جيدة نضيف ملحة جيدة نضيف ملحة جيدة و قمت بتحضير البيضة نضيف ملحة جيدة لنضيف ملحة جيدة و لا يزال عليكم الملحة جيدة إنك تضيف ملحة جيدة نحاول ان نزيد الدقيق لانك مشو خاصنا يعني نضيفه بشوي بشوية الدقيق الأبيض كانت للكوها دليقة خفيفة يعني عند للكوها كان نضيفه دقيق اللي كانت مازال خاصة دقيق قبقون دلكو حتى نجمعوها ما تشكل ونخليوها كتخسامر يعني حتى يبداع في الحجم ديال اغطيوها نضيفه بلاستيك او اغطيوها بالتعريق بعد ما اختمر سوف نحاول ان ننفشوها نحاول ان ننفشوها من هذه الهواء ومن بعد سنجمعها ونقطعها يعني لحسب يعني هنضيرها كورات صغار نضيفه دقيق باش ما تلسق لكم لجينة قسموها تقدروا ان تسرحوها ونضيفها يعني بشي طابع تقطعوها دوائر او نضيفها كورات بحالة الشكل نحاول ان نقذ كلها يعني نحسب الحجم بما كتب لكم ايش بحالة كبيرة نقصوها يعني يكونوا متساويين كنستفوهم كاملي بشي طاوة يعني غادين نرشوها بدقيق او طاوة او بلاتو لان غادين باش ما يتلسقوش لكم بالطريقة درشي طاوة بطقيق او من بعد هانتو من بعد ما كان صعوبهم ونرتاحوا ونبسطهم بالطريقة كاملين حاولوا انكم تديروا دقيق باش ما يتلسقوش لكم من يتبغوا الطيبوهم ما يبقوش يعني انك يختاموا وغاد يتلسقو ديروا الدقيق تحسمنهم باش ما يتلسقوش لكم في الطاوة نتبغوا تدسوهم كتلقاهم يعني مهزوزي نبسطوهم باش ما يتلسقوش ونخليهم اللي نغطيو على اليوم حتى يختاموا ونضع الحجم اللي نعيش بها بعد الشكل هذا ونسخنوا ميقلات يعني تسخنوا مزيان نديروا في هذا الزيت ونطيبوهم غادي ناخد شي وحدين هكاية نتقبوهم من الوسط نتقبوهم حتى كي يختاموا كنناخد كنناخدهم كننقضوا نقليوهم هكا بوحدهم او يتعاودوا تساوبوهم هكاية نجمعوهم ونطيبوهم صافي كنناخد نسخنوا زيت مزيان كل وحدة كننحطوها كالطيب طيب نلدحت وننقلبوها بالطريق ما تشاهدوش العافي باش يطيبو لكم من الداخل حتى تتخون زيت مزيان حتى تنقصوا ليها باش ما تتحرقوش وطيبو يعني طيب نتساوي قاتت نفخليكم قاتت قلبوها ديروهم في شبيكة او لبشي ورقة هكا كي يشربوا الزيت كي يشربوا الزيت كي يجو ناش فيه كي يجو خفاف ونديروهم في السكار بعد ما كان طيب يوم او دهنيهم هكا بمور بكونفيتوغة او لب العسل او دهنيهم اما باللوز مهرماش او المحمر او لب الكوك وندرتهم بسكار وندرتهم هكا بشكلات هنتم بالعسل وندرتهم بشكلات كي يجو خفاف وهذا هو القطي دي هاد النهار يعني ديروها كوصافات خفيفة القطي مره مره كي يجو خفاف وقطنين مع السلامة